موسيقى موجز السادسة من التلفزيون المصرية أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي تصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن وصرح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين كما تم التبحث حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية حيث تم التوافق بين الزعيمين على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار علاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في التوصف تطبيق ونشر نظام الرئي الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ووجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر بما يضمن إتاحة هذا الموارد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الدولة اتخاذ تدابير ممكنة من أجل تقليل حدة التأثيرة السلبية للأزمة العالمية الرهنة ولا سيما ما يتعلق منها بتوفر مختلف أنواع السلع الأساسية جاء ذلك خلال ترأسي الاجتماع الخامس للجنة لمواجهة تأثير الأزمة العالمية الرهنة على السلع الاستراتيجية حيث أوضح مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وللمحافظين بدرورة العمل على ضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات خلال الفترة الحالية أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تكون الفترة من السبت الثلاثين من أبريل حتى القميس الخامس من مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال وعيد الفترة المباركة وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 458 قضية مونية بمضبطات أكثر من 236 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 116 طن سلع في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية كما تم ضبط أكثر من 40 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان سلع وفي مجال حجب وبيع بأزيد من السعر الرسمية لمواد البناء تم ضبط 70 طن أسمنتو وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 526 قضية من بينها 103 قضايا خبز ناقص الوزن و96 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أدانت مصر بأشد العبارات قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في أسويد بالإساءة المتعمدة للقرآن الكريم وأكدت الخارجية أن هذه الواقعة تأتي ضمن الممارسات المتطرفة التي تحرد ضد المهاجرين التي تحرد ضد المهاجرين بواجه عام والمسلمين على وجه الخصوص كما أكدت مصر رفضها المساس بالثوابت والمعتقدات الدينية أيا كانت والزج بممارسات استفزازية تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية نهاية موجز السادسة في أماننا